خلونا جماعة نروح لتجربة بلاد اسمها كابفردي اللي احنا عرفنا عن هذه البلاد من كرة القدم خلي بالكم التجربة دي وانا والزملاء بنشوفها وبندرسها زي ما احنا هنتشوف ونتابع دلوقتي انتوا هتستغربوا ان في ناس بتفكر بهذه الطريقة العلمية وعلى فكرة مش عيب تماما تماما ان احنا نتعلم منه ايه المشكلة وعلى فكرة كمان اللي انا هقوله ده لا يتعلق فقط بكرة القدم لا ده في عندهم تطور في العاب جماعية اخرى هل استعرضت دلوقتي خلينا نشوف ازاي كابفردي والرياضة في كابفردي وتطورت ازاي طيب ده العنوان الرئيسي هم عملوا ايه عملوا احتمدت المنظمات الحكومية في كابفردي كرة القدم كوسيلة لتنمية اجتماعية من خلال دعوة ايه بقى دعوة الاطفال والشباب الاطفال والشباب يا جماعة هم بيبنوا قماشا الناس هنا هناك بتبني قماشا المنظوع مش على الجاهز تمام طيب شوفوا بقى وعايزين نركز على الحتة اللي جاية دي البرنامج بتاع اللعيب هو فقط لا يعتمد على الرياضة فقط لا خالص تماما هو يعتمد على الثقافة والتعليم معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان لعيب الكرة هو آل عيب الكرة هو رياضي آه بس لازم يكون عنده ثقافة لازم يكون عنده علم لازم يكون عنده شخصية شخصية لعيب الكرة هم بنوا ده كابفردي بنى ده وهو ده اللي احنا يعني لا نستغرب تماما ان احنا نشوف لعيب الكابفردي وهي بتتلاعب بالمنتخب القومي المصري لكرة القدم ليه؟ عشان الناس دي عندها شخصية الناس زيان عندها مهارات الناس زيان متعوب عليها وهم صغيرين الناس زيان زي ما حنشوف دول بدءوا اول امبرح بالليل الناس زي ما عندهاش تاريخ في كرة القدم او في الرياضة من 120 سنة لا 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 خالص الناس زيان بدأت الرياضة بتاعتها اول امبرح بالليل حرفية من 2013 زي ما حنشوف فاللي احنا شفناه الجمال والروعة والاناقة الكروية اللي احنا شفناها من فريق زي كابفردي ده منذ ده مش وليد يوم وليلة خالص تعالوا نرجع تاني طيب كان عندهم منظمات المنظمات ديان تابعة لي الحكومة وعملت عندهم برامج هذه برامج كانت ثقافية وتعليمية وكما مسابقات رياضية كانت بتدور على المواهب اللي هم اللي كانوا عندنا زمان بنسموهم الكشفين الحصاد الاول 2013 ده كان الحصاد الاول تمام؟ طيب اللي بعده يا شبابي الاكاديميات الرياضية كانت غير هادفة للربح ايه الهدف بتاعها؟ الهدف بتاعها ان هي تخرج اجيال تخرج عدد كبير من اللعيبة صغار السن علشان تحترف هو ده الهدف بتاعهم زي ما قلت في الاول لازم يكون عندنا يا جماعة التارجت في ايه ادارة ان شاء الله لو احنا كنا بن كشك سجاير لو انت فتح كشك سجاير يبقى انت عندك لازم عشان انت تنجح في هذا الكشك لازم يكون عندك ما يسمى بالتارجت ما يسمى بالاهداف او المستهدفات وعشان تحققها لازم بتمشي في طريقك لتحقيق هذه الاهداف عن طريق مايلستون معينة واماكن او مناطق علشان تشوف هل انت ماشي صح ولا ماشي غلط وبالتالي تعدل من الطريقة اللي انت ماشي بيه تمام طيب كافر دي بقى حط الهدف بتاعه ايه انه هو خير جيل وهو راح عمل ايه عمل راح يدور فيه النشأ الصغير هو عارف انه هو بعد خمس سنين عايز يوصل عايز يوصل لمكان معين فما جابش لعيب عالجاهز خالص ولا جاب مدير فني ودفع له خالص وحقول لكم مدير بس بعد ما نخلص ده علشان بس ايه كلنا نعيط المدير الفني بتاع كافر دي بياخد كام نرجع لكافر دي عندهم بقى كام لعيب محترف تخيلوا طيب احنا عندنا كام لعيب محترف في اوروبا احنا عندنا كام لعيب محترف في اوروبا عدوا معايا يعني عد غلمتك يا جوحة زي ما بيقولوا دينا محمد صلاح عندنا صف محمد عندنا تريزيجي وعندنا مرموش صح كده ويعني الزملاء بيفكروني بمحمد النني وكوكا تمام يعني هو المطش طبعا شغال دلوقتي ما بين كام فيردي وما بين البافانا جنوب افريقيا وكام فيردي عاملة جيم ولا اروع الواحد كان قاعد بيستمتع بأداء برازيلي صرف الزملاء بيقولوا لسه التعادل سلبي ما زال مسيطر على المشهدنا طيب خلاص فإحنا دلوقتي بنتكلم على الكورة هم عملوا فيها ايه اللي بعده يا رجالي والمنضوع زي ما قلتلكم منضوع مش كورة فقط تمام من 2013 هم بدأوا احنا تكلمنا بده منذ عام 2013 استطاع منتخب كافردي اتواجد فيه اربع نسخ من اصل خمس نسخ من كأس الامم الافريقية قبل ما نخلص بقى منضوع الكورة القدم وننتقل وانا زي ما قلتلكم منضوع شامل منضوع منظومة شاملة منضوع ادارة شاملة المنضوع لا يتعلق فقط ب بايه بضربة حظ خالص تماما المنضوع فيه بلان وفيه ناس بتحاسب في البلان وناس بتشوف بتصحح المسار تمام المدير الفني بقى بتاع فاكافردي تخيلوا تخيل يا مؤمن بياخد كام التقارير تطالعنا ان المدير الفني لمنتخب كافردي تقريبا بياخد أربع تلاف ونص يورو أربع تلاف ونص يورو طيب فولستوب ولكم حرية التعليق أنا آسف طبعا ان انا مش عارف اسم مين هو المدير الفني لكافردي وزم الزم اللي يعني بقى له اسمه بيدرو بوبيستا هو ايه خبرته ايه تاريخه المنضوع يا جماعة منضوع من زومة تمام نروح لي اليد اه كرة اليد تخيلوا ان ان كرة اليد فريق كرة اليد في كافردي حاجة متطورة جدا انتم متخيلين ده نروح الشباب لكرة اليد كرة اليد استضافة كافردي دورة تطوير النظام الرياضي للتضامن الولمبي انتهت في أغسطس 2022 هدف منها تطوير لعبة كرة اليد ده الهدف ها ان احنا نطور هم حطين هدف ايه هو الهدف ان هو يتم تطوير لعبة كرة اليد ويتم جعلها احد الالعاب الاساسية في كافردي ده الهدف حققوا ايه من الهدف خلونا نشوف خلال الاربع سنين بقى اللي فاتت عملوا ايه على صعيد كرة اليد منتخب كافردي يا جماعة بيتواجد في بطولة افريقيا خلال الاربع سنوات الاخيرة بيحتل مراكز مؤهلة لبطولة كأس العالم ثلاث مرات على التوالي ده مين ده كافردي تمام بيخروح كاس العالم ثلاث مرات ايه اللي بيخليه يروح كاس العالم ثلاث مرات لو رجعنا للسلايد اللي قابليها هنشوف ان هو عمل ده علشان كان عنده ايه بالزبط كده كان عنده حاجة اسمها تارجت كان عنده حاجة اسمها الهدف اللي هو عايز يصل اليه تمام فهو مادام هو حط الهدف ومشي علشان يحقق الهدف هو اكيد هيوصل هو حصل هو حصل الهدف بتاعه اربع مرات كأس امم افريقية مشاركة فيها تمام اربع من اصل خمسة وراح تلت مرات او اربع سنوات سوري تلت مرات كأس العالم على التوالي والانكة من كده ان منتخد كاففردي بيحل وصيفا في بطولة افريقيا 22 امام مصر كاففردي التي ليس لها تاريخ تماما في الرياضة وليس لها تاريخ تماما في كرة اليد وكرة اليد في افريقيا باستثناء مصر طبعا ودول شمال افريقيا فهي اكيد مش اللعبة الشعبية الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا العشرة في دول افريقيا يعني في القارة الافريقية صح كده لا ده صح ده بالنسبة لنا احنا اما بالنسبة لهم ده حاجة تانية خالص هم عندهم هدف ان لعبة كرة اليد تكون من الالعاب الاساسية وبالتالي هم حطوا الهدف ونكحوا في الهدف وحل منتخد كاففردي وصيفا في كأس افريقيا 22 وصيفا لمصر مصر بتاريخها العظيم الاول في كرة اليد طبعا وكاففردي تاني سيكتوا على كده لا نخش على كرة السلة امال اللي بعدين يا شباب كرة السلة تم تأسيس العديد من الاكاديميات الخاصة بكرة السلة وانا طبعا اكاد اجزم ان هذه الاكاديميات هي اكاديميات غاية في الشفافية غاية في الشفافية يعني مفهاش شبهة فساد وده واضح ده واضح في الجذور بتاعة المنظومة نووي مستحيل ان النتائج تبقى اللي احنا بنحلم بيها خلينا نروح طبعا يا جماعة ليه كرة السلة في اكاديميات اكاديميات خاصة بكرة السلة منذ عام 2013 2013 نتكلم في كام عشر سنين حداشر سنة انا اول من برح بالليل يعني تمام ماليش نرجح تنجي معنا للسلايد 2013 عملوا ايه في كرة السلة تم اختيار العديد من المواهب لتصعيدهم للمنتخب الاول الذي استطاع الحصول على المركز الرابع في بطولة افريقيا لكرة السلة سنة 21 طب هما بدأوا في كام 2013 تمام بدأوا في 2013 وصلوا لي اول اهدفهم بعد كام سنة سبع سنين في 2021 وديه للمرة الاولى في تاريخه يعني المنضوع على فكرة لو احنا وانا انا 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 اتذكر لما بعد الخروج المهين لكاس لمنتخب المصري في 2018 انا وزملائي اللي كان ليهم برامج رياضية اللي قلناه ساعتها هو اللي بنقوله دلوقتي هو اللي حنقوله بعد عشر سنين لو كان نفس الامر كذلك لو كان نفس المعطيات نفس المعطيات نفس الافكار نفس طريقة ادارة الملف لو ماشيين بنفس الـ انا مش عايزة اقول المنتاليتي بس انا مضطر اقولها وانا قاسر لو ماشيين بنفس يا جماعة المنتاليتي في احنا اللي بنسبح فيه هنبيت فيه اشتركوا في القناة